مرحبا بحضرتكم مرة تانية من بعد الفاصل ويمكن كنا تكلمنا مع حضرتكم في بداية الحلقة النهاردة عن التوجهات الرئاسية بالتوسع في إجراءات الحماية الاجتماعية للمواطنين وده من خلال ضم مليون أسرة إضافية لبرنامج تكافل وكرامة وصرف مساعدات استثنائية لتسع ملايين أسرة لمدة ست شهور وكمان طرح 2 مليون كرتونة سلع غذائية كل شهر بنص التكلفة تأكيد التوجهات دي هتساهم بشكل كبير قوي في تأمين حياة كريمة للمواطنين هتقلل أي تأثيرات سلبية للأزمة اللي بيعيشها العالم كله دلوقتي فتفاصيل كثيرة قوي في الحياة عايزين نتكلم عنها مع ضفنا الأستاذ أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير اليوم السابع لم نوارنا النهاردة في صباح الخير يا مصر صباح الخير على حضرتكم صباح الموضوع أهلا وسهلا شفت إزاي قرارات سيادة رئيس عبد الفتاح السيسي بخصوص التوسع في إجراءات الحماية الاجتماعية هو طبعا نحن عارفين تأثيرات الحرب في أوكرانيا على العالم كله وتأثيراتها الاقتصادية ونعكستها السلبية على الاقتصادات في العالم كله بقت واضحة وسواء دول متقدمة أو دول غنية أو دول متوسطة أو نشاءة كل الاقتصادات متأثرة يعني وشفنا تحركات في الأسعار ده غيرها الحياة الدولة خدت أكتر من إجراء يعني إحنا عما نحط الإجراءات اللي اجتماعية دي نحطها في السياق الشامل لمجموعة إجراءات أولا فكرة الاستمرار في مشروعات زي حياة كريمة والمشروعات القومية أولا فرص عمل وتفاصيل مختلف الوقود إحنا عارفين أنه الوقود والغاز ارتفع بشكل كبير جدا برا الرفع في مصر ما تمش بنفس الطريقة ويمكن رئيس عبد الفتح السيز هو بتكلم معروبها لهم مصر ما نقدرش نعمل نفس الأسعار يعني متقطيع 2 يورو و 2.5 يورو أرقا ضخمة البيتر البنزين 6 دولار فالحقيقة الإجراءات الأخيرة دي إجراءات مهمة في إطار معالجة التأثيرات ودي بدأت الحقيقة مع الإصلاح الاقتصادي وخلينا نقول أنه آه طبعا التأثير على الكل لأنه محدش بيقدر ينكر هذه التأثيرات أو يقدر يقلل منها أو كده وربا إحنا شايفين أنه فيه طريقين فيه طبعا اعتراضات ومشاكل ونقص شديد في بعض السلع ومصر ما حصلش فيها ده وربما الحقيقة يعني إجراءات الزراعة والصوبات والفكهة والخضار وأكثر المنتجات تقريبا متوفرة فيه تغييرات طبعا في الأسعار بعضها طبيعي في العرض والطلب وبعضها فيه سياق عام عشان أسمدها والحاجات دي والمغزيات بتاعة الدواجن وكده دي ما أثر على اللحوم على الدواجن على البيت لكن فيه إجراءات الإجراءات الأخيرة الحقيقة بتدخل في سياق دي الإجراءات الاجتماعية بدأت مع الإصلاح الاقتصادي الحقيقة تكافل وكرامة وغيره وما كانش ممكن تتعامل لو الإصلاح الاقتصادي ما كانش موجود زي احنا تحملنا سنتين كورونا في دول كتير الحقيقة هازت فالإجراءات الأخيرة فكرة تكافل وكرامة يدخل عدد مليون مليون مواطن بنتكلم فيه عدد ضخم كل أسرة بتبقى من أربع لخمس أفراد يعني احنا بنتكلم في رقم كبير وده هو ده اللي كنت تتعامل يعني 20 مليون أنا سمعت 20 مليون يعني احنا بتكلم في خمس الشعب المصري بالزرط هل فعلا إزاينا حقدر أوصل لهم يعني دور الجهات المعنية بتنفيذ زي زي القرى عندنا وزارة التضامن عندنا مشروع تكافل وكرام عندنا أيضا عدد كبير هو الحقيقة يعني المشروعات دي مع الوقت ومع الإصلاح الاقتصادي ومع الرقمانة وقواعد المعلومات نجحت بدرجة كبيرة بأنها تزبط هذا الأمر حتى أنه بنتكلم على الرقمانة وبطاقات التموين أو الناس قاعدة البيانات يعني وقاعدة البيانات دي كانت مهمة جدا لأنه الدعم الحقيقة على مدى عقود كان يهضر لأنه كانش بتوجه ففيه إجراءات مهمة ففكرة أنه الرقم يمكن بعض الناس يعني مستكترين الرقم لكن الحقيقة أنه إزاي احنا بنتكلم على الدول برة أو الدول المختلفة دايما بنشير إلى أنه إزاي هذه الدول بتعالج مشكلات لأنه إجراءات زي دي في كل الدول موجودة يعني حالك عايز تقول أن ده نتاج لما يعني كنا نعرف أن أنت لو أنت عربيتك مش عارف فوق مديل إيه حتتشال من بطاقات التموين ده نتاج لده ده قاعدة المعلومات المهمة الحقيقة وأظن أنه فيه درجة كبيرة جدا من الضبط احنا بكلم في 500 مليار حسب وزيرة التضامن وما كانت بتتكلم في نفس السياق والحقيقة من الإجراءات المهمة جدا طبعا إضافة مليون للتكافل وكرامة ده جزء مهم جدا من نتائج الإصلاح لأن دي كان احنا بنتكلم على إجراءات الدفاع الاجتماعي أو الإجراءات الاجتماعية اللي بتعالج الأعراض الجانبية أولا بأول للإصلاح الاقتصادي لكن كمان الحقيقة القرارات فيها نقاط مهمة جدا النقاط اللي بتتعلق به زاوة الدخول المنخفضة فيما تتعلق به الموظفين أو المعاشات لأنه نعرفين أنه نظام المعاشات تم إهماله على مدى عقود وبدأت عملية إصلاح ضمن الإصلاح المالي والإداري في مصر فأنه بنتكلم على المعاشات اللي هي أقل من 2500 أو المرتبات لـ 2007 وعلى مدة ست شهور ده برضو رقم مش قليل يعني احنا بنتكلم في التوتل كله حوالي خمسمائة مليار مبلغ مش قليل ما كان يمكن انه يتدبر الا في حالة وجود هذا الاصلاح الاقتصادي مع ملاحظة انه احنا بنتكلم على انه هذه الاجراءات كانت مهمة وبتتعامل مع قادة معلومات ومع قراءة للحركة واهم حاجة في النقطة دي الحقيقة انه يبقى فيه ادراك لدى المواطنين بانه الدولة بتطلع على ده وتتعامل بالضبط انا كنت عايزة اسأل حضرتك السؤال ده مرح سيد رئيس اجتمع مع عدد من الوزراء ويعني فيه دايما يعني رئيس مهتم جدا بالمواطن وده سؤالي ليك قد ايه مهم الاهتمام بالمواطن في دل هذه الظروف للعالم كله زي ما حضرتك قلت وحنا كلنا عارفين عالم كله بيواجه ظروف او ازمة اقتصادية بتمس كل المواطنين في كل جمهوريات العالم والدول فقد ايه مهم وقد ايه الدولة المصرية بتهتم وعندها وعي باللي بيحصل مع المواطن الازمة يعني الازمة العالمية هي احد اخطر الازمات اللي مرت على العالم على مدى تقريبا اكتر من سبعين سنة ما بعد الحرب العالمية ليه يا فانت؟ لانه الحقيقة انه تراكمت التأثيرات من اولا كورونا كانت ازمة جائحة غير مسبوخة تقريبا في التاريخ الحديث صحيح على الاطلاق ويمكن على مدى عقود اثرت بشكل كبير في سلاسل الغذاء في الانتاج يعني في دول كتيرة ودول مش صغيرة دول متقدمة عانت من عدم وجود منتجات زراعية وعدم الحصاد وشلل في العالم لمدة تقريبا سنة كاملة ثم السنة التانية فلسه العالم مفقش من تأثيرات كوفيد-19 دخلت للقصد لو ظهر الحرب الروسيال الاوكرانية وتأثيراتها من الغلال واقتصاد الطاقة وقبل كده الحقيقة هي انعكاسات هي تراكمات لسنين صحيح تراكمات الحرب البرداء اعادة توزيع النفوز مشكلات اقتصادية انعكاسات فيه منافسات كثيرة يعني حتى سيناريوهات رسم سيناريوهات خبراء الاقتصاد او خبراء السياسة مش قادرين يرسموا سيناريو متى تنتهي او غيره كل الناس بتدفع الى انه حتى تأثيرات ده في اوروبا اصبح شعوب بتضغط لفكرة انه يجب ان ننهي هذا الامر وفكرة الاستقطابات والتجاذبات اللي حصلة ويمكن شوفنا الرئيس عبدالفتاح السيسي سواء في جده او سواء في اكتر من لقاء في اوروبا وغيره كان حريص على انه نعاوزين نخلي الباب مفتوح لتفاوضات وانه هذه الازمة او هذه الحرب تنتهي فتأثيراتها شديدة الصعوبة وسيناريو توقعاتها مع تغيرات المناخ والحرايق احنا بنتكلم على مجموعة حاجات يمكن كان الرئيس في كلامه انه عاوزين نخلص من الاصراعات دي او نقلل من الاصراعات لصالح ان احنا نواجه التحديات الوجودية اللي بنتكلم في حراء وفيضانات وجفاف ومشكلات كثيرة فانه يبقى فيه هذه الاجراءات الحقيقة يعني اجابة للسؤال الرئيس عبد الفتاح السيسي بيبدو طول الوقت من خلال التحركات انه يتابع بنفسه مش بس فكرة التقارير او الارقام وبيتابع نفسه وبيتابع لموجود على منصات مختلفة بيكون موجود على الارض كمان في مواقع التواصل الاجتماعي حتى بكل مبالغات وكل تدخلات لكن فيه ادراك وفيه عمل مباشر لانه يعرف هذه الاراء مع تأثيراتها بشكل علمي واحنا قلنا في الاول انه ما يبقى فيه ولذلك الرئيس دائما بيدفع لفكرة عاوزين نعمل الرقمنا يبقى فيه الخدمات واضحة ويبقى فيه خرائط الناس معلومات كل حد موجودة فالرئيس بيتطلع على ده بيبدأ يتعامل معه الدولة بتتعامل باجرات واي حد الحقيقة يعني خلينا نقول انه عشان هذا الموضوع خاضع للنقاشات كثيرة وبعض الناس بينظروا للصورة هنا بس ومش نظرين لبرا احد برا او محتكب برا عارف كويس قيمة هذا المشروع انه هذه التأثيرات الشديدة وانه كمان ده ولا يعني بعض الناس كانوا طب نوقف المشروعات طب نوقفها يا كريمة وانت في النهاية هتصرف هذه الاموال زي ما بقولوا من لحم الحي في النهاية انت ده الرصيد اللي انت بتقدر تستثمره واحنا فيه في المنافسة وفي اهتزازات الاقتصاد فيه انت عاوز تجذب استثمارات عاوز تتوسع فيبقى انت حياة كريمة او المشروعات القومية او التحرقات او الطرق او المشروعات اختلف اولا بتخلق فرص عمل ساني انت بتحالج بشكل مباشر سواء في تكافل وكرامة او في المعاشات والناس اللي مخفضين وده اجراءات دائما كنا بننظر لها انه الدول المتقدمة زي المانيا واوروبا وغيره كانت دائما بتقدم بيقدموا عشان فيه ارتفاعات اسعار وده على فكرة فيه ضغوط برا انهم يطلبوا بدافع احنا بنتكلم فيه ادراك حقيقي من الدولة انه انا بتعامل على المدى الطويل في اجراءات صعبة في مواجهة تأثيرات صعبة وفي نفس الوقت بعمل علاجات موضوعية سريعة للتأثيرات فيه بالجزء العجل والجزء المتوسط ثم الجزء الطويل في المشروعات نستغل ده ازاي احنا شايفين العالم شفنا اللي حصل في سرينكا وفي ايطاليا وفي بريطانيا واحنا هنا في مصر بنعمل مشروع بيوصل لعشرين مليون مواطن الناس كانت بتشتكي ان احنا الدرايب زادت والاسعار زادت وخلاف ولكن لما يشوف انا داخليا انعكاسات ده وان فعلا الدعم سيصل الى مستحقي الجملة الحكومية نستغل ازاي ده في خطابنا للداخل وفي خطابنا ايضا للخارج او سيد اكرو هو يعني بجد احنا اولا احنا في ظل عولامة الاتصالات يعني الناس شايفة بشكل واضح واظن انه المصرين على مدى السنوات صحيح في نقاش طول الوقت على مواقع التواصل او المنصات المختلفة لكن ده ليه عيوب ولا ليه ميزات فيه ناس بتهبط بتهبط او بتتكلم اي كلام لكن الحقيقة اي حد بيسافر بيكتب تجربته اي الناس اللي عايش بره مدركة تماما الجاليات العرامية اللي عنا في مصر شوفت حدث عاملت زي الجاليات المصرية وغيره وناس كتيرة يعني مش عاوزين احنا هو الامر ليس محل ان احنا تجاذب لكن الحقيقة انه في بعض الناس ومن دول بس في رسالة اللازم نعززها بيبدو دهشتهم من انه انتوا ازاي قادرين تواصلوا في ظل هذه الضغوط المختلفة يعني احنا ضربات في العالم على مدى تلات سنين السنة دي كورونا ثم تأثيراتها لسه ما فوقناش جات الحرب لسه ما فوقناش جات تغيرات الجمهور وانت باش الله وقف على رجلك وانت بتتعامل كدولة في مصر وناكنا لست بنقوم على رجلنا اصلا مصر بتتعامل مع كل هذه الملفات في وقت واحد يعني اولا بنتعامل مع ملفات بتوازن شديد جدا ودقيق مع ما يجري في العالم والتجاذبات والاستقطابات وحيش شايفين وازاي ان انت تبقى محافظ على اخطاب من اجل صالحك واخطاب متوازن وعدم الانحياز وتحظى باحترام وثقة الاطراف المختلفة ده جزء ده جزء الاقليمي انعكسات ان انت بتتدخل عشان تقلل الصراعات في دول زي ليبيا زي اليمن زي سوريا زي غيره والمصارات السياسية نفس الوقت انت بتتعامل مع تحديات لانه في ضغوط كثيرة هنا وهناك في خطاب ناضج النهاردة بتعمل ده باستقلالية وفي نفس الوقت عندك قاعدة قاعدة عمل ومشروعات وغيره جاذبة للاستثمار وتقدر تجيب ناس من برا في ظلم ونفسة الاستثمارات ده عارض وطلب في نفس الوقت انت بتعمل الماشي في مشروعات قاق القومية وبتولد فرص عمل وبتحاول تعمل وبتطور تعليم والتأمين الصحي وغيره وفي نفس الوقت انت بتعمل الاثار الجانبية بتعالجها في ده فتس يقعمه رؤية شاملة شديدة الصعوبة ومكلفة وتحتاج الكثير وبنقول انه بعض الناس اللي بتقرأ هذا يعني عشان انت بتقول اللي بنتكلم فانا بقول انه في ظل العولمة والناس اللي شايفين الاتصالات برا اكيد شايفين الوضع برا عامل ازاي شايفين الناس اللي عايشين وتعبانين ما بنقولش انه الوضع سهل حتى برا في اوروبا فيه انقسامات وفيه ناس بتضغط على انها تعمل حماية اجتماعية وفيه ناس بتقول احنا بنحاول نعيد صياغة حياتنا بالشكل اللي ينمر به من وقت صعب عشان نقدر نطلع على ده لانه ما فيش افق واضح عالميا واقليميا ليه انه هذا الاقتصاد ممكن يعتدل ازاي ممكن مع الضغوط ومع ادراك العالم لده لكن ده قدامه وقت وبالتالي ففكرة انك تتعمل باستقلالية وبتوازن وبثقة وتحظى باحترام الاطراف المختلفة اللي هي كل واحد مدرك تماما ان انت قادر على ديناده وتجذب السمارات في ظل الامر عملية عالمية فالحقيقة الوضع صعب على العالم كله احنا بنشوف البنوك الفيدرالية ورفع الفايدة والولايات المتحدة واظن الرئيس الامريكي السابق ترامب ازاي بيهجمهم أمريكا تنهار وتكسو على ركبتها والأسعار في أوروبا فيه صراع حقيقي وواضح على الاقتصادات طيب أستاذ أكبر ممكن فيه كمان سؤال الناس بتسأل نفسها الإجراءات دي قيمتها بتبلغ ليه 11 مليار جنيه مصري بتشوف ازاي قدرت وزارة المالية ان هي توفر هذا المبلغ اللي في الحقيقة كبير جدا في ضل الظروف اللي احنا فيها ما هو طبيعي اعتقد احنا فاكرين في كورونا أول ما بدأ الكورونا كان فيه 100 مليار احنا بنقول انه الاصلاح الاقتصادي ممكن بيقولوا والوضع لو لا الاصلاح الاقتصادي ما كانش ممكن الاقتصاد المصري يعني يعني في دول دخلة في إفلاس وفي دول ده ده مش إرعاب للناس احنا بنقول الناس مدركة وده ففكرة أولا 11 مليار جديدة احنا بنتكلم في الموازنة فيه 500 مليار لمثل هذه الأجراء اجراءات فيه جزء مهم قوي تكافل وكرامة الجزء الدائم الجزء كمان اللي هو 6 شهور زي ما اتعمل في كورونا لمدة سنة العملة غير المنتظمة وغيره ما كانش ممكن الحياة تمشي بهذا الشكل الجزء الآخر اللي هو الكيراتين الغذاء المعارض المختلفة للسلعة المنخفضة فيه إدراك لانه فيه أغد ورد وتفاعل بين الدولة الرئيس عبد الفتاح السيس وبين المجتمع اللي هو بيتكلم وهو مجتمع حيوي المجتمع عن مصر حيوي وتحدث كثيراً لكن خلينا نقول بكل المبالغات والأغد ورد لكن فيه إدراك ووعي لانه احنا بقينا شايفين العالم ممكن قبل كده ما كانش قبل هذه الصورة كان يبقى صعب ان احنا نبقى شايفين العالم شايفين الناس كلها بتتعب أو غيره فالدولة اللي بتستطيع يعني فيه دول دخلة في السياقات خطر جداً وانت ضربت أمثلة بغيره الإدراك ده هيبقى مهم جداً ان احنا نعدي على المستوى الشخصي وعلى مستوى كل أسرة اكيد كل واحد بيعيد حساباته وفي نفس الوقت انا حريص ان انا امشي في اجراءاتي الطبيعية تعليم النهار ده احنا الحمد لله السنوات العامة مسلاًا مريت ما كانش فيه كثير زي السنوات السابقة صحيح يعني بنكلم برضو فيه جزء مش بنقول ان انا ايه عاوز اخدع نفسي برؤية او سراب لا انا بقولك شوف الصورة كاملة صحيح وتعامل معها فيه التأمين الصحي اللي احنا اجراءاته ومشيين فيه وبدأ يبني مستشفيات جديدة على اساس يبدأ والتأمين الصحي معمول على عشر سنين ومعمول باجراءات ضخمة وتعقد طال على مدى سنوات فالحياة انه الاجراءات دي فيها جزء علاج لي اثار جانبية وفيها جزء استمرار لي ده فانا هم نتكلم في خمسمونة مليار في الموازنة حداشر مليار جديدة اعتقد لو احنا فاكرين كويس كان حصل بعد الاصلاح الاقتصادي حصل تأثيرات رئيس عبد الفتاح السيسي رفع تموين اللي هو الفارد من عشر إلى عشرين إلى خمسة وعشرين ثم خمسين واجراءاته وفكرة التعامل مع المعاشات فيه ادراك حقيقي لانه الحقيقة انه بتوعوا المعاشات على مدى عقود عانوا كثير عانوا فانا ادنهار ده بتكلم على اللي هو قال من الفين وخمسمية وده رقم برضه ضعيف لانه صاحب المعاشات بيحتاج ويمكن ده بيشير إلى انه الدولة والرئيس مدركين لي هذه التأثيرات يعني على اي حلق انا بتفق جدا مع الوفاست أكرم ان ده حصاد حقيقية بسنت لاجراءات الاصلاح الاقتصادي اللي عملتها الدولة ومرض بيها على مدار سنوات طويلة حصاد لقصة التحول الرقمي وجود قاعدة بيانات حقيقية للمصريين المستحقين للدعم شفنا ده على مدار سنوات طويلة انك تقدر يعني تمشي وسطك كل التغييرات اللي بتحصل في العالم سياسيا واقتصاديا ومناخيا يمين شمال من غير ما يحصل الحمد لله يعني ادخلوا مصر ان شاء الله امينين الحمد لله يا رب ديم علينا نعمة الامن والاستقراض وشكرا كستاذ اكرم وشكرا جزيلا رئيس مجلس ادارة ورئيس تحرير اليوم السابع شكرا جزيلا كل شكرا لك كستاذ اكرم